كنا سألنا سؤال مع بداية الحلقة وهو توقعك أو توقعك لنتيجة المباراة مباراة الأهلي وطلاقة على الجيش يوم الحد اللي جاي على أستاذ القاهر على الأهلي ويسلام والحقيقة احنا عايزين نكلم عن توقعات حضراتكم ونناقش الإجابة دي مع كابتننا كبير اللي مشرفنا النهاردة في البيت الكبير كابتن خالق جدالة اللي أنا براحة به مرة تانية أهلا بيجي كابتن أهلا بيجي هنا هطرح السؤال حضرتك تسمع معنا لسئلة وعشان يعني نفس السؤال ونتناقش بقى في التوقع ده هنستعرض بعض الإجابات بنبدأ بالفيسبوك كالعادة وصبحي خميس أول واحد معنا أستاذ صبحي بيقولك 3-0 للأهلي إن شاء الله بواليا وكهرباء وأفشة ده أستاذ صبحي أستاذ حمدي عبادي قال توقعي فوز الأهلي إن شاء الله 2-0 زياد إيهاب قالك 3-1 للأهلي إن شاء الله ده على فيسبوك كابتن آه على تويتر كان في يوسف حمدي بيقول إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي في محمد ميدو بيقول نفس النتيجة 3-0 للنادي الأهلي على تويتر كلهم مسكين 3-0 يا رب إن شاء الله في أحمد طارق كمان بيقول نفس النتيجة فوز النادي الأهلي بإذن الله 3-0 سعيد علي قال 2-0 إن شاء الله ده على إنستجرام محمد دعبس 2-0 للأهلي زياد ماهر 3-0 قالك هيجبهم الشريف وكهرباء وأفشة يا رب إن شاء الله إسلام خالد بيقول 2-0 للأهلي كابتن خالد ده أنا معهم بس يعني النتيجة بس أنا معهم بإذن الله الأهلي بإذن الله إحنا هنكسب بإذن الله ويمكن حظ طلع الجيش وحش إن ما تشوهم معنا جاي بعد الخسارة من سيمبا لأن أنا متوقع إن بإذن الله اللعيبة هتبقى نازلة مركزة آه طبعا مركزة بشكل كبير جدا عايزة تنسي الناس الهزيمة بتاعت سيمبا وبإذن الله لأ هنكسب بإذن الله بس يعني كلما نجيب جون بدري لماتش يتفتح كنت لساك